السلام عليكم مرحبا بكم أعزائنا تلاميذ سنة الأولى باكالوريا اليوم عدنا الجزء الأخير من تلخيصات الفصول أو لشابتر دو ديغني جور دان كون داني دو فيكتوريغو لغومو التاز اليوم عدنا لشابتر من 35 إلى 49 يعني إلى الأخير قبل هذا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد ودعمونا باللايك حتى يتمكن الجميع من الاستفادة منه دان دو شابتر 35 ودعمونا بالنسبة لشابتر في القناة وتفعيل الجزء الأخير ودعمونا بالنسبة لشابتر في القناة وتفعيل الجزء الأخير ودعمونا بالنسبة لشابتر في القناة وتفعيل الجزء الأخير وصحل يقبعه الأخير المتحدب في القناة وتفعيل جزء الثزان części الحروج المدينة هناك توقفة 100م يوم التوقفة المهمة ويوه توقفة 2h45 تمام مرة من سنة ماهو يوم التوقف هناك الساعة الرابعة والروبعة يوم التوقف وبدع المعنية يتألم في كل مكان لديه ساعتن وخمسة وخمسة واربعونا دقيقة لعيش Le chapitre 39 on dit que sous la guillotine on ne s'offre pas que cela passe vite le narrateur se demande comment on peut savoir une telle chose puisqu'aucun condamné déjà exécuté ne peut l'affirmer يعني يقال أنه تحت المقصلة لا يعاني المرء أنه يمر بسرعة يتساؤل الرأي كيف يمكن للمرء أن يعرف مثل هذا الشيء لأنه لا يمكن لأي رجل مدان تم إعدامه بالفعل أن يؤكده يعني c'est normal logic non c'est un qui mètre سوف يجعل لنا c'est neutral يتساؤل الرأي يتساؤل الرأي على الحفو يمكن أنه ينقضي ينقضي الحياة يتساؤل الرأي يعني لا يزال لديه أمل لحد الآن شابتر 41 41 le condamné سمت dans la tête l'idée qu'il va بيانتو مرير il se demande un prêtre pour se confesser un crucifix abisé يعني الشخص المحكم عليه المدان يدخل في رأسه فكرة أنه سيموت قريبا يطلب من كاهن أن يعترف وصليب لتقبلي يعني يجب اليو وصليب لكاهن باش الناترف له وصليب باش يقبل حبيب 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 42 يسو لسز دورمير أن من مؤمن سي سن درني سوم يل فهي يفر كوشمار يسو رجمي فرمي سو بني دان سيور مؤمن في الف knot في رقو نفسا سود الفاتاتي من الوقت هذا وهو نومه الأخير يعني هذا هو النوم ديره الأخير من بعد غادي تعدم لديه كابوس ويستيقضه مرتجفا يعني دير واحد الكابوس واحد الحلم مرعب واستيقض مرتجفا يعني كيقف قف يستحمه في العرق البارد يعني خجم نوم الزرد العرق بارد يعني أدك يعني أنه خيف بزاف chapitre 43 la petite Marie vient rendre visite à son père ce dernier est choqué devant la fraîcheur de la belle petite fille qui ne le reconnaît pas elle croit que son père est mort le jeune condamné perd tout espoir يعني تأتي مريم صغيرة لزيارة والدها الماري هي البنت ديال لكون داني أمو هذا الأخير مصدوم من نظارة الفتاة من نظارة الفتاة الصغيرة الجميلة التي لا تتعرف عليه لما تتعرف شابها لأنه خلالها صغيرة وهي تعتقد أن والدها قد مات المدان شاب يفقيد كل أمل مصدوم من نظارة الفتاة التقل de son exécution يقول يقول أنه خلالها صغيرة يقول الفصل الخمساً وربيين يفكرون في الأشخاص اللذي يقولون يشهدون يشهدون يقولون أنه من بين هذا الجمهور متحمس قد يكون هناك رؤوس يتبعون المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة في الساعة الثالثة تم تحذيرهم من أن الوقت قام الجلاد وخادمه بقص شعره وطوقه قبل ربط يديه ثم تتوجه القفلة إلى ساحة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة في الفصل التاسع والأربعون يطلب المحكوم عليه العفو من الشخص الذي يعتقد أنه قاضي أو مفوض أو قاضي قاضي صلح يطلب بدافع الشفقة أن يمنح خمسة دقائق لانتظار العفو لكن القاضي والجلاد يخرجان من الزنزانة لا يزال وحيداً مع الدرك لا يزال يأمل لكننا الآن نأتي للبحث عليه يعني جاء أشديه هذا المقصال لكي يعدم إذن إلى هنا ينتهي هذا التلخيص ديال هذا الفصول كاملة نتمنى أنه هذا التلخيص يعونكم باش تفهموا هذه الرواية وحد سعيد إن شاء الله